فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين ما زلنا نبحر في أسماء الله الحسنة؟ والسؤال الذي أبدأ به هذه الحلقة ما الدليل على أن هذه الأسماء تخص الله وحده دون غيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه سؤال دقيق، هو يلزمنا أولاً أن نعرف متى العبارة تفيد القصر، قصر شيء على شيء هنا فيه تقديم لله، يعني لم يقل الأسماء الحسنة لله وده الطبيعي اللي يقال، لكنه عدل عن هذا وقال لله الأسماء الحسنة فهذا التقديم، يعني إحنا لو قلنا الأسماء الحسنة مبتدى ولله ده خبر متعلق كذا الطبيعي أن يأتي المبتدى أولاً، ثم يأتي الخبر سانياً إذا قدمت الخبر على المبتدى، ده لا بد أن يكون لنكتة كما يقولون بلاغية إذا قدم الخبر على المبتدى، يفيد حصر الخبر في المبتدى، اللغة العربية كنت وذلك قدم المعمول على العامل، دل على انحصار العامل في المعمول عندنا لله الأسماء الحسنة، تقدم الخبر اللي هو لله على المبتدى اللي هو أسماء الحسنة فيدل على انحصار المبتدى في الخبر إن هي له وحده وحده، الضب لله وحده واعتبر بـ لكم دينكم وليا دين ما قالش دينكم لكم أو ديني لي، قال لكم دينكم وليا دين حين قدم ذلك يدل على انحصار الدين فيه، دين التوحيد، وانحصار دين الشرك فيهم، انحصار يعني بحيث انه لا، يعني لو قال لكم دينكم مثلا، لو قال دينكم لكم ممكن يفهم منه أن هذا الدين لهم ولغيره وأيضاً لو قال الأسماء الحسنة لله، ممكن يفهم منه أني لله ولغيره لكن حين أقول لله الأسماء الحسنة، لا يفهم أبداً أن هذه الأسماء تتعدى لفظ الجلالة دقة لغوية شديدة، وبلاغة لا حدودة لها نعم، لذلك القرآن لا أحد يتكلم فيه اعتباطاً اه، اعتباطاً، هو قاعد ويجي له فكرة كده ويسجل له ضوابط في منتهى الدقة، وهذا ضابط ينتمي إلى علم واحد من علوم القرآن، اللي هو علم البلاغة طبعاً، اه، وهذه بلاقة العرب، وهذه اللغة العرب اللغة العرب اللي احنا الآن نفتخر، أو صرنا إلى وضع، معلاش أن أخرج على البرنامج شوية صرنا إلى وضع أن نحنا نعهد بأبنائنا إلى مدارس أجنبية، ثم نفتخر بأن أبنائنا لا يحسنون اللغة العربية موسيقى